السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين تمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم سنشارك معكم هذا الكراميل المنزلي ولا سوس كراميل اللي يجي لذيذ جدا أقل شيء يقال عنه أنه رهيب في المدق نتمنى تجربوه وبخطوة مبسطة ان شاء الله كيجيب حال هذا المحلات التجارية تماما إذن في المقاديل سنحتاجوا ميتين جرام السكر سانيدا ولا سكرون بودر وهنا غادي ناخدو 50 جرام ديال الزبدة الحيوانية اللي تكتوفر على 60% من المواد الدهنية هنا عندي 100 جرام من الكريمة السائلة اللي تكتوفر على 30% من المواد الدهنية أول حاجة غادي نديروها هي ناخدو واحدة الكاثرولة وغنديرو فيها السكر ديالنا باش يدوب يولي لنا كراميل يعني منين غنشوفو هكا الجوانب ديال الكاثرولة ديالنا والسكر كيبدأ كيدوب نبدأ نحركو يعني السكر اللي كيكون الفوق نهبطوه لتحت باش ما يتحرق لناش وهادك الفوق يبقى لنا هكاك مدايبش يعني مرة مرة نخلطوه بحل هكا يعني عكس ما كيقولو بعض الأخوات انكم تخليو هكا يعني ما تحركوه متاشي حاجة بالعكس لأنه غادي تحرق لنا وغادي ياخد شوية ديال طعم ديال المرورة وحنا ما بغناش ياخد لنا ديال طعم ديال المرورة هنا غادي نخلطوه فيه حتى حبة ديال السكر ما دابتش بحال هاتي الشكل هادا وفي هاد المرحلة غادي ننضيف الزبدة ديالي اللي كتكون في حرارة المطبخ ما بغتش نديرها نخرجها متلاجة ونديرها مباشرة لأنها كتدير فقاعات من كتوصل لدعماء اون كونتاكت مع السكر او الكراميل اللي دوبناه كتدير فقاعات وممكن تحرقوا بها يديكم احنا غادي نخلط بشكل سريع بحال هاتي الشكل هادا نخلط مزيان الزبدة ديالي ومن بعد نضيف الكريمة السائلة اللي تكون مسخنينها من قبل يعني تكون مسخنة يعني ما تكونش بردة نضيفها دفعات مع الطخليط الدائم كما كتشوفو يعني مراحيل بسيطة جدا هنا غادي نستمر في الطخليط وفي هذه المرحلة غادي نضيف قبصة ديال الملح اللي كتعطيها لده رهيبة جدا يعني هدا هو السيرد الكراميل اللي كيجي لذيذ أنا ننضيفه لو الملح يعني غير قبصة ديال الملح بحال هكا ونخلطوه أنا الكراميل اللي يخلطوه خمسة دقايق على النار يعني كي تتها المدت خمسة دقايق ما بغيتش نخليه كتر لأنه ما بغاش يجيني تقيل بزاف وما بغاش يجيني خفيف بزاف بغيتو يجيني يعني أنصص اللي يعني متوسط في الكثافة دياله أنا غادي نخليه لمدت خمسة دقايق كما قلت لكم وغادي نحيده إن شاء الله على النار ونضيروه شي حاجة باش تبردلينا يعني في حرارة المطبخ هنا غادي نحيدو من على النار كما كتشوفو اللي كتكون عندو فوقعات بحل هكا غادي نحيدوه وغادي نخليوه هنا يعني في حرارة المطبخ يبردلينا مزيان ومن بعد نحتفظو به في قنينة دجاجية اللي تكون معقبة نضيرو قصص كرامي الدليل قوام ديلو رائع دعم نصحكم تجربوه لبنات وبنسبة لبنات اللي جربتوه كتبوا لي في التعليق كيف أشجاكم مدى قد لك هجي رهيب جدا هكا باش تزوقوا الطرطات ديالكم وليجلاس وفي كل شي يعني نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ما تنسونيش بدعواتكم ولاي لايكات ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته